كشفت وزارة الخارجية العراقية عن إجراء الوزير فؤاد حسين حواراً وصفته بالهادف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران بيان للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحف ذكر أن وزير الخارجية قد حواراً هادفاً مع نظيره الأمريكي خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب والذي عقد في الرياض أفضى إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران وضف البيان أيضاً نحسين أجرى تنسيقاً عالي المستوى وبحوارات متواصلة مع وزير الخارجية العماني بدر ألبو سعيدي للغرض نفسه